بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجي بي منه لما رآ من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان لاكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الخصومة التي وقعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها في بيان المشتبهات التي وردت السنة باتقائها واجتمل هذا الحديث على ورع النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك لسودة بنت زمعة زوجه رضي الله عنها وأرضاها والإمام البخاري رحمه الله ذكر في الحديث السابق الورع في مسألة الرضاع وتحريم النكاح ثم أتبعه بالورع في استلحاق النسب ثم يتبع ذلك بالورع في الطعام في مسائل الصيد التي سيذكر فيها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه ومن تأمل هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري وجدها ظاهرة في الدلالة على فقه رحمه الله برحمته الواسعة هذا الحديث خصومة وقعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الخصومة والقضية وقعت في عام حجة الوداع الأخ هذا يجلس يجلس لا تتخذ طريقة منها صلى الله عليه وسلم فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفصل وحكم وقضى وهذه الخصومة حاصلها أن عُتبة بن أبي وقاص وهو أخ لسعد بن أبي وقاص وهذا الرجل كان في الجاهلية قد وطئ مولودة لزمعة وهذه المولودة التي وطئها وطئها بعرف الجاهلية وقد بيّنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري وغيره أن الأنكحة في الجاهلية كانت على أضرب وأنحاء منها النكاح المعروف أن الرجل ينكح المرأة ويتزوجها الزواج المعروف ومنها أن الرجل يرى الرجل فتعجبه صفاته فيأمر امرأته أن تستبرئ منه ثم يأمرها أن تمكن ذلك الرجل من نفسها فإذا وطئها ذلك الغريب امتنع زوجها من وطئها ومكث حتى يتبين حملها من ذلك الغريب ثم بعد ذلك يطأها إن شاء أو حب فإذا ولدت له سمي هذا النكاح بنكاح الاستبضاع والنوع الثالث من الأنكحة كان للبغايا وهن الإماء والحرائر فكانت المرأة تضع علامة وراية على بيتها وتجمع ما لا يبلغ العشرة من الرجال كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتمكن هؤلاء العشرة من نفسها ثم إذا حملت جمعت هؤلاء العشرة وأخبرتهم بالذي صنعوا معها ثم اختارت منهم رجلا وقالت هذا الذي في بطني هو ولد له وأما النوع الرابع فكانت المرأة تمكن الرجال من نفسها بما لا يبلغ العشرة كالصورة الماضية ثم إذا حملت وولدت جاء بالقائف فنظر في هؤلاء العشرة وألحق الولد بأقرب الشبه فمن كان يشبهه الولد ألحقه به والقيافة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها في الإسلام ولذا كما في الصحيحين من حديث مجزز المدلجي رضي الله عنه وأرضاه حينما نظر إلى أسامة وزيد وقد غطي رأسيهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وكان اللون مختلفا ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودخل على أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين تبرق أسارير وجهه من الفرح لأن هذا ينفي التهمة فالمقصود أن هذه أنكحة الجاهلية فعتبة في الجاهلية وطئ وليدة زمعة أي أمتة فلما وطئها تأكد أن الحمل حمله ثم لم يستلحق هذا الولد في الجاهلية وعتبة هذا اختلف فيه هل كان صحابيا هل أسلم أو لم يسلم وهو الذي شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسر رباعيته وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليك ما روى عبد الرزاق في مصنفي عن مقسم وأنه مات على الكفر والعياذ بالله وهذا مذهب أكثر مؤرخين وأهل السير وهو الذي انتصر له غير واحد ومنهم الإمام النووي وأنكر على ابن مندتا أنه عده من الصحابة وقال إنه لا يعرف هذا عند المتقدمين وأنه مات على الكفر قال عتبة هذا لأخيه سعد إن ابن وليدة زمعة هو ولدي وهو مني فاقبضه فأوصى إليه بهذه الوصية وكان سعد في المدينة لأنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان عام الفتح جاء إلى الولد الولد اسمه عبد الرحمن وبلغ وأسلم فهو من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه وبلغ وكان له عقب بالمدينة كما ذكر أهل السير فالشاهد أنه جاء سعد إلى هذا الولد يريد أن يأخذه لأنه يريد أن ينفذ عهد أخيه ووصيته فمنعه عبد بن زمعة وعبد بن زمعة هو أخ لسودة بنت زمعة وزمعة من رجال قريش وهو عامري فهو ابن عامر ابن لؤي ابن غالب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده لؤي ابن غالب رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي وهو عبد أخ لعبد الرحمن الذي يريد أن يستلحقه عتبة فلما جاء سعد رضي الله عنه يريد أن يأخذ عبد الرحمن منعه عبد فقال سعد هذا ابن أخي عهد إلي أني أقبضه أي بعد موته وهذا العهد والوصية فأصبح سعد وكيلا في الخصومة فمنعه عبد بن زمعة بناء على أن الوليدة وليدة لأبيه وأن الولد ولد لأبيه فعبد الرحمن أخ له كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الولد للفراش فوقعت الخصومة بين سعد وعبد فتساوقا كل منهما يسوق الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو شأن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا اختصموا رجعوا إلى حكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه فلما أقيمت الخصومة هذه الخصومة قضية المدعي فيها هو عتبة بن أبي وقاص والوكيل هو سعد بن أبي وقاص فدل على التوكيل في الخصومة والقضاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا أن يقوم وكيلا عن أخيه عتبة فدل على الوكالة ودل على صحة الوكالة في قضايا الاستلحاق الاستلحاق النسب فقام سعد رضي الله عنه مقام أخيه عتبة وقام عبد بن زمعة مقام أبيه لأنه يدافع عن آل زمعة فهو كالوكيل عنهم فقام سعد رضي الله عنه وقال الدعوة الدعوة تقوم على مدعي ومدعا عليه فالمدعي هو سعد والمدعى عليه هو آل زمعة وكيلهم عبد بن زمعة ولابد أن تشرح هذه الأمور حتى نعرف كيف اتقى النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة وكيف أمر بها ولابد لمعرفة القضية أي قضية أو أمر يرفع إلى القاضي ليفصل فيه لابد من معرفة المدعي من المدعى عليه ولا يمكن بحال أن تتم الخصومة على السنن إلا إذا ميزنا من المدعي ومن المدعى عليه وإلا لأصبح كل واحد من الطرفين يطالب الآخر بالدليل ولذلك تمييز المدعي من المدعى عليه أمر مهم في القضاء تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقعا فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع عرف بصدق يشهد وقيل من يقول قد كان الدعاء ولم يكن لمن عليه يدعى فالمدعي من قوله مجرد من الأصل أو من العرف مجرد من الأصل يأتي شخص ويقول لي على فلان مئة ألف الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها فإذا قال لي على فلان مئة ألف نقول أنت مدعين وهذا الشخص مدعا عليه فإذا أنت مطالب بالدليل لأنك تقول قولا خلاف الأصل وهكذا لو اتهمه فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فيكون الذي يتهم بريئا حتى يثبت المدعي دعواه فلما نظرنا أو العرف فلما كان هذا الولد من الوليدة والوليدة ملك لزمعة فإن الوليدة إذا ولدت ولم يكن سيدها قد أنكحها للغير فإنها يعتبر ولدها من السيد لأن هذا هو الأصل أن السيد يستمتع بأمته فإذا حملت نسبت إليه كما أن الزوج يستمتع بزوجته وهذا ما يسمى بالفراش فالولد للفراش سواء في الحرة أو في الأمة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا الولد للفراش فالعرف يقتضي هذا لما جاء سعد وادعى أن هذا الولد لأخي أو ادعى أخوه ووكله بالدعوة فإنه يطالب بشيء خلاف العرف ما جرى به العرف فالمدعي من قوله مجرد من أصل عرف بصدق يشهده وقيل من يقول قد كان الدعاء يقول حصل ووقع والثاني يقول لا ما حصل ولم يقع فلان فعل كذا قال ما فعل فالذي يقول فعل مدعين والذي يقول لم يفعل مدعا عليه وقيل من يقول قد كان الدعاء ولم يكن لمن عليه يدعى فالمقصود أن المدعي هنا هو عتبة والمدعى عليه آل زمعه ووكيلهم عبد قامت الخصومة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن يبدأ المدعي بدعواه ولذلك وقدم المدعي في الخصام ويقدم المدعي في الخصام فيبين دعواه قال يا رسول الله هذا وأشار إلى الغلام ولذلك في النسب يشار إلى الغلام وفي اللعان مذهب طائفة من العلماء أن اللعان إذا قام على نفي الولد لأن الزوج إذا اتهم زوجته في اللعان إما أن يتهم على فعل الفاحشة وإما أن يتهم في الفراش فيقول هذا الولد ليس بولدي فيشير إليه فقال سعد هذا ابن أخي أي عتبة عهد إلي أنه ابنه هذه الدعوة ما الدليل كما في الرواية الأخرى في الصحيح انظر يا رسول الله إلى شبهه أي إلى شبه هذا الغلام بأخي عتبة والشبه في استلحاق النسب كما ذكرنا له قوة وله اعتبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القيافة وبناء على ذلك عندنا دعوة وعندنا دليل الدعوة لأن المدعي مطالب بالدليل والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة أي كل من ادعى دعوة فإنه يطالب بالدليل وحالة العموم فيه بينة أي أنه برا كان أو فاجرة ولو جاء أصدق خلق الله والدعى نقول له ائتي بالدليل والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة والمدعى عليه باليمين في عجل مدعي عن التبين هذا مجريات القضاء فلما أقام دعوة بناها على الشبه على وجود الشبه الدعوة هذه تسمى بدعوة استلحاق النسب استلحاق النسب أي أن سعد يريد أن يستلحق الولد بنسب أخيه ويضمه إليه والنسب هو الإضافة فيقال فلان بن فلان فلما أقام هذه الدعوة وأقام دليلها أنكر عبد ذلك وقال يا رسول الله هذا أخي ابن أبي من وليدته هذا أخي أي ولد على فراش أبي من مملوكته وأمته هذا الدليل يستند إلى الأصل فقال هذا أخي لأنه إذا كان ابنا لزمعة وهو والده من هذه الأمة فهو أخ له لأب أخ له من أب فأقيمت الدعوة على هذا وبين كل واحد منهما دليله وحجته في رواية لما قال سعد رضي الله عنه وأرضاه انظر إلى شبهه به قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى الغلام عبد الرحمن فوجد فيه شبها بينا بعتبة فوجد فيه شبها بينا يعني واضحا بعتبة هذا يدل على أن القاضي ينبغي أن تكون من صفات الكمال فيه أن تكون فيه الفطنة وأن يكون فيه النظر لأن الخصم يطالبه بالنظر في دليله والدليل يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى فطنة في بعض الأحيان وإلى بصيرة وإلى خبرة فكان صلى الله عليه وسلم إمام الخلق في كمال قضائه ونظره بأبي وأمه ولذلك جعلوا للقاضي صفات واجبة وصفات مستحبة واستحسنت في حقه الجزالة وشرطه التكليف والعدالة واستحسنت في حقه الجزالة وقيل هذا يدل على رزانة العقل وعلى الثقل والتروي في الأمور فإذا جاء خصم يريد أن يستفزه لا يستطيع ولا يتمكن من ذلك وإذا راد أن يخدعه لا يمكنه أن يخدعه لأنه يحافظ على حقوق المسلمين هذه من صفات الكمال فإذا ادعى البدعي وأسند دعواه إلى شيء استفرغ القاضي النظر في ذلك الشيء هل هو صحيح أو غير صحيح فلما نظر عليه الصلاة والسلام ووجد فيه الشبه البين بعتبة أصبح الأمر كالتالي أولا الأصل الشرعي والعرف الذي يعتبر دالا يدل على أن الولد لزمعة وليس لعتبة بناء على أنه من وليدته وأن هذا الولد ولد على فراش زمعة ولكن وجد ما يعارض هذا الأصل من الشبه فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الأصل فقال هو لك يا عبد بن زمعة إذا قال هو لك معناه أنه لأبيه وهو زمعة وهو لك أي على الدعوة التي ادعيتها لا أنه هو له يملكه وإنما مراد بناء على الدعوة التي ادعيتها وأقمتها فإن الولد لأبيك هو لك يا عبد ابن زمعة واحتجي بي منه يا سودة هنا الورع وهنا إعمال الشبهات فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الشبه بينا واضحا بعتبة فحينئذ صارت هناك شبهة أن الولد ولد لعتبة وكون عتبة يقصر في استلحاقه في الجاهلية لا يمنع من أن يتورع النبي صلى الله عليه وسلم فتورع عليه الصلاة والسلام ومن فقه البخاري أنه أمر بالورع غيره فقال في الحديث السابق في قصة الرضاع لما نفى الرجل أن تكون أرضعت قال كيف وقد قيل كيف وقد قيل فالدليل هنا لا يقوى على المعارضة كذلك هنا الشبه لا يقوى على معارضة الفراش فقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش عام شامل لكل ولد يولد من حرة أو أمة كما في حديثنا وهذا مذهب الجمهور خلافا لمن قال هذا الحديث خاص بالحرة دون الأمة أي أنه يطبق في النكاح ولا يطبق في ملك اليمين والصحيح أنه عام والأصل في العام أن يبقى على عمومه النبي صلى الله عليه وسلم ما فرأ والقضية هنا تدل على ضعف هذا القول الولد للفراش وللعاهر الحجر أي الزاني أي أنه لا يستحق شيئا وأن الولد للفراش ولو ادعاه الزاني فإنه لا تقبل دعواه هذه الجملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرعت عليها مسائل عديدة ولكننا نحن هنا بصدد المشتبهات وتفسير المشتبهات في كتاب البيوع فكل من قامت له شبهة في حل بيع وحرمته والشبهة لها دليل وليست من الوسوسة قامت الشبهة وأثرت في الأصل ونازعت الأصل فالورع أن يتق الإنسان ذلك البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الشبهات قولا وفعلا فقال لسودة احتجي بي منه يا سودة احتجي بي أمر بالحجاب وقد أمر الله بالحجاب أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين في أصح قولي العلماء وهم أذهب الجمهور وأمر سودة وهي أم المؤمنين سودة بنت زمعة تزوجها عليه الصلاة والسلام وكان نكاحه لها بعد موت خديجة رضي الله عنها وأرضاها أشارت عليه بنكاحها خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها فنكحها عليه الصلاة والسلام وكانت امرأة ثبطة وخافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها وقيل قد طلقها فلما خافت اصطلحت مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن تتنازل عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة لأنها تريد أن تكون زوجة له في الدنيا وفي الآخرة فرضي عليه الصلاة والسلام ونزل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا الآية المقصود أن هذه المرأة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قال لها عليه الصلاة والسلام احتجي بي منه يا سودة احتجي بي من عبد الرحمن الولد مع أنه أثبت أن عبد الرحمن لأبيها معناها أنه أخ لها لأب فأمرها لأنها لأنه أخ لها من أب فأمرها أن تحتجب منه فدل على اعتبار على العمل بالورع وفيه دليل على كمال ورعه عليه الصلاة والسلام وصيانته لعرضه وفراشه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ألا شاهت وجوه الظالمين كيف يكون فراش النبي صلى الله عليه وسلم مدنسا في أم المؤمنين الطاهرة الصديقة بنت الصديق وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى لسودة أن تكشف أو تختلي أو تعامل أخاها وهو عبد الرحمن مع ثبوته بالفراش وهذا كله يدل على ضلال هؤلاء القوم ونسأل الله بعزته وجلاله من وقع في أعراض أمهات المؤمنين أن يخرس لسانه وأن يشل أركانه وأن يقطع دابرة عن الإسلام والمسلمين ففراش النبوة مطهر مبرأ من فوق سبع سماوات واختار الله الطيبات لأطيب الطيبين بأبي وأمه صلوات الله وسلامه عليه عقيدة لأهل السنة والجماعة قامت عليها نصوص الكتاب والسنة وانعقدت عليها كلمة الأمة إلا من شواد لا مقام لهم في دين الله ولذلك نص العلماء والأئمة رحمهم الله على أن من طعن في عرض أم المؤمنين عائشة كافر لأنه يرد النص الصريع في كتاب الله عز وجل ويكذب الله ومن هنا هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لم يرضى لحبه وزوجه سودة رضي الله عنها وأرضاها أن يراها من هو أخ لها كل ذلك من باب الورع واتقاء الشبهة ومن هنا أخذ الإمام البخاري رحمه الله من هذا الحديث هذه الدلالة وقطع هذا الحديث وذكره في أكثر من موضع في القضاء وفي النكاح وفي الشبهات كما في البيوع كل هذا من فقه وعلمه رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخير الجزاء وأوفاه عن آئشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي عهد العهد مثل الوصية العهد مثل الوصية لإذا توفي فإنها تكون وصية عهد إليه بمعنى أنه أوصاه لأن الفعل من سعد وقع بعد وفاة أخيه ومثل هذا يوصف بالوصايا ويوصف بالعهد ولذلك الإمام البخاري ذكر الحديث أيضا في الوصايا ذكره في الوصايا نعم أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه أي ألحقه بنسبي وهذا توكيل وكالة فاقبضه لأن الأخ عصبة الأخ من العصبة والعصبة يلي شؤون أخيه بالأمر بالولاية يقول له إذا أنا مت فتولى شؤون أولادي أو أيتامي هذه وصية يصي لأخيه أن العصبة شأنها قوي وإذلك تقدم فيها جهة الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة وتختص في الإخوة بالأشقاء ولأب دون الإخوة لأم لأنهم من ذوي الأرحام أما بالنسبة للإخوة الأشقاء والإخوة لأب فهم عصبة متعصبون بأنفسهم كما في الفرائض نعم قالت رضي الله عنها فلما كان وفيه إشارة إلى تنفيذ وصية الكافر ما لم تعارض شرع الله هذه وصية كافر لأن عتبة الصحيح أنه ليس من الصحابة ولم يقون حتى قال الإمام النووي رحمه الله لا أعلم ما يدل على صحته ما وجدت شيئاً صحبته ما وجدت شيئاً يثبت صحبة لعتبة من أبي وقاص نعم قالت رضي الله عنها فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص أخذه سعد بن أبي وقاص أنه كان في المدينة فلما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تعرفون أنه مهاجر وهو من السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم قيل إنه كان ثلث الإسلام كما في صحيح البخاري عنه أنه كان ثالث ثلاثة ليس على وجه الأرض أحد مسلم غيره بالنبي مصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم غيره وهو سعد رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه وجزاه عنا وعن نبينا خير ما جزى صحابياً عن صحبته وهو الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم في التفدية بين أبيه وأمه وقال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي كان يأخذ له السهم ويعطيه السهم ويرمي كان سعد رامياً فيقول له ارمي فداك أبي وأمي ثم يبصر أين وقع رميه رضي الله عنه وأرضاه ويقول هذا خالي فليريني أحدكم خاله لأنه من بني زهرة رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله سعد بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يذب عنه يسمو إلى أعالي الدرجات في الجنات وهذا الشقي البائس على أصحي قولي العلماء يهوي إلى الدركات يشج النبي صلى الله عليه وسلم ويكسر رباعيته وذكر الحاكم في المستدرك أن حاطب بن أبي بلتع في ترجمة حاطب أن حاطب بن أبي بلتع قتل عتبة يوم أحد أنه قتله يوم أحد حينما كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجه لحقه حتى قتله فهذه إحدى الروايات في موته على الكفر وقيل إنه دعى عليه كما ذكرنا في رواية عبد الرزاق وأنه لم يمضي عليه عام حتى هلك على الكفر نعم وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه قد عهد إلي فيه أي أوصاني فهذه دعوة سعد ولما قال ابن أخي دل على أنه وكيل وليس بأصيل الأصيل الوكيل نزل منزلة الأصيل فيما وكله فيه والوكالة هنا خاصة لأن الوكالة تكون عامة وتكون خاصة نعم فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه دعوة هنا من سعد على آل زمعة آل زمعة أي عصبته وقرابته فإذا أقيمت الدعوة تقام على عصبة الميت لأن الميت ليس بحي وإلا كان الذي يدافع هو زمعة الذي هو أب الولد فقال أخي ابن وليدة أبي ولد على فراشه وهذا كله يدل على أنه ابن لزمعة وليس ابنا لعتبه نعم فتساوقا إلى النبي فتساوقا كل منهما يسوق الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقول للشخص تعال معي إلى أبي تقول لأخيك تعال معي إلى أبي يقول تعال معي إلى أبي كل منهما يرى أنه على حق فتساوقا لأنه يرى أنه على حق ويسوق الآخر وكانه واثق من نفسي أن الحق معه فتساوقا نعم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه يا رسول الله هذا نداء الأدب ما كانوا ينادونه باسمه المجرد إلا إذا جاء رجل من الأعراب لا يعرف الأحكام كانوا ينادونه برسول الله ويا نبي الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فينادونه بالرسالة وينادونه بالنبوة ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن من الأدب إجلال الناس وإنزالهم منازلهم فلا يخاطب الخاص بما يخاطب به العامة وقال أبو شريح ويلد بن عمر الخزاعي كما في الصحيحين لعمر بن سعيد وهو يجهز الجيوش ليغزو الكعبة ائذن لي أيها الأمير ما جاءه باسلوب إنما جاءه بما يدعوه إلى قبول الحق فناداه بما يليق به وهذا هو الشأن في العقلاء أنهم ينزلون الناس منازلهم فمخاطبة العامة الخاصة ليست كمخاطبة العامة قالوا ومن الأدب أن يخاطب الإنسان أباه وأمه بما يدل على التكريم التشريف يقول يا أبتي يشعره أنه أصل وأنه فرع عن أصله عن هذا الأصل تكريما له وتشريفا وهكذا مع أمه وأهل العلم كذلك قالوا العلماء ورثة الأنبياء وبعض الناس يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم فيأخذ بهذه القاعدة لا يفرق بين الناس وهذا خطأ لا ينظر إلى نص وتترك نصوص قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أمرت أن أنزل الناس منازلهم والأمور التي اتفق عليها العقلاء من محاسن الأخلاق وكمال المروءة ينبغي للمسلم أن يتعاطاها وأن يحافظ عليها فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة هذه دعوة والدعوة لها شروط لا تقبل إلا إذا استفهت الشروط والمدعى فيه له شرطاني تحقق الدعوة مع البياني يقول هذا ابني لو كان عمره عشر عشرين سنة ويدعي أن رجل عمره ستين سنة ابن له تقبل الدعوة لا يمكن هذا مستحيل تحقق الدعوة مع البياني أن يبين السبب يقول لي على فلان عشرة آلاف دينا قرضا هذا بيان الذي يدعيه وهنا قال ابن أخي ولد على هذا ابن أبي أخي ولد على فراش أبي المدعي يقول هذا ابن أخي قال رضي الله عنه أرضاء انظر يا رسول الله إلى شبهه به ابن أخي عهد إلي به انظر إلى شبهه به كما في الرواية الأخرى في الصحيح فبين أنه ادعى أنه ابن لأخيه وبين وجه الدعوة دليل الدعوة أنه يشبهه فأثبت دعواه بالصفة الصفة الموجودة في الإبن نعم فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي إذا انتهى المدعي من دعواه وبيان الدليل يقوم المدعى عليه بالجواب ويبين ما ذكره الخاصم فإذا ادعى واستند إلى دليل يمكن القاضي المدعى عليه من النظر في رد هذا الدليل فإذا أقام شهودا مثلا عليه يقوم يمكن القاضي الخاصم من الطعن في الشهود فيقول مثلا إن هذا الشاهد عدو له وشهادة العدو على عدوه لا تقبل كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة الخصم ولا ظنين الظنين هو المتهم والعدو متهم إذا شهد على عدوه فيقول هذا الشاهد عدو له وبينه وبينه خصومة ويشهد فلان وفلان عن الخصومة فإذا يقدح في الشاهد ويطعم فيه أو يقيم عليه أي دليل كتاب أو إقرار ويبين ما يقدح في هذا الدليل الذي أقامه الخصم هذا الذي ذكره عبد بن زمعة ذكر الأصل قال ولد على فراش فراش أبي فهو يستند إلى الفراش وحجته مبنية على الأصل كيف يكون ولدا لعتبة وهو مولود على فراش أبي من وليدته ليست الوليدة زوجة ولا ملكا لعتبة فهو بهذا يهدم ما قاله سعد قال أخي ابن أبي من وليدته نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة فأثبت أن الولد للفراش وأن الدليل الذي أقامه سعد لا يكفي للعدول عن الأصل وهو أن الولد للفراش هو لك هذا الحكم هو لك هذا الحكم الدعوة من القاضي هذا مجلس الحكم مجلس الحكم الذي وقعت فيه الخصومة وهو يقع في أي مكان كانوا في القديم القاضي يقضي وهو على بعيره ويختصمان وكل منهما على بعيره ليس هناك شرط في مجلس القضاء إنما المهم أن تكون الدعوة قائمة على أركانها ومستوفية لشروطها ويحكم فيها القاضي بحكم بعد النظر في الدليل يجوز وذلك قال وحيث لاق للقضاء يقعد وفي البلاد يستحب المسجد وحيث لاق للقضاء ناسب المجلس أن يجلس أن يجعله مجلس القضاء لكن بعد النظر في أمر القضاء إلى ولي الأمر فإذا جعل ولي الأمر للقضاء زمانا أو مكانا لأنهم في الأصل قائمون مقام ولي الأمر منفذ بالشرع للأحكام له نيابة عن الإمام فهو لا يصير قاضيا إلا إذا استقضاه الإمام فإذا استقضاه الإمام ربما يخصه بالزمان وربما يخصه بالمكان وربما يخصه بالخصومة فيقول له بالزمان يحدد له زمان يقضي فيه أو بالمكان يقول أن تقاضي في المدينة أو مكة أو في النظر في خصوص الخصومة يقول أن تقاضي في الدماء أن تقاضي في الأموال هذا خصوص النظر في القضايا هذا كله معروف في اختصاصات القضاء فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامت هذه الدعوة من في مكة وفي عام الفتح وقضى عليه الصلاة والسلام فصدر منه الحكم في مجلس القضاء فقال هو لك هذا حكم هو لك يا عبد من زمعة فإذن صدر حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى الخصم من دعواه وبيان دليله وانتهى المدعي من دعواه وبيان دليله وانتهى الخصم من الجواب عن الدعوة وبيان دليله في ذلك الجواب فقال هو لك يا عبد من زمعة نعم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا مستند الحكم أن الولد للفراش فلما قضى عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم وقال الولد للفراش صار هذا أصلا صار هذا أصلا في أن الولد للفراش الفراش بالنكاح فإذا تزوج رجل امرأة جميع ما تنجبه المرأة وهي في عصمته ينسب إليه وإذا كان مالكا لأمة فجميع ما تنجبه الأمة وهي في ملكه يعتبر منسوبا إليه لأن الله جعل النكاح وملك اليمين يجوز به الوطء والولد ناشئ عن الوطء والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهذا الفراش إما بالنكاح وإما بملك اليمين هناك وطء الشبهة هذا أمر آخر ولذلك الزنا هو الوطء في غير نكاح ولا ملك يمين ولا شبهة نكاح المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا قاعدة الولد للفراش وكما ذكرنا مذهب جمهور العلماء خلاف الحنفية رحمه الله أن الحكم عام ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجي بي منه احتجي بي أمر بالحجاب فلا يراها وتمتنع من تمكينه من رؤيته من رؤيتها احتجي بي منه يا سودة هذا محل الشاهد ولا يمكن أن نفهم قضية احتجي بي منه احتجي بي منه يا سودة أما حكمه بأن الولد للفراش هذا أمر آخر لكن الذي يهمنا هو في الأصل حكمه في القضية لكن احتجي بي منه يا سودة هو عمل بالشبهة فأمر هان تحت ما هي الشبهة كون هذا الولد وهو عبد الرحمن ابن زمعة يشبه عتبة من أبي وقاص الذي ادعى سعد أنه ولد له لما رأى من شبهه بعتبة لما التعليل من أجل ما رأى من شبهه أي شبه الغلام وهو عبد الرحمن بعتبة فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الشبهات وعمل بذلك صلوات الله عليه وسلم فأصبح اتقاء الشبهة له دليل القول وله دليل الفعل من السنة دليل القول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ودليل الفعل هنا احتجي بي منه يا سودة ففعل عليه الصلاة والسلام اتقاء الشبهة بأمره لزوجه ألا تمكن عبد الرحمن من رؤيته فما رآها حتى لقي الله فما رآها حتى لقي الله اللهم اجعلنا من الممتثلين لأمرك المتبعين لشرعك هذا هذا هو حال الصحابة لا يقدمون ولا يؤخرون أمام حكم الله عز وجل إذا جاء حكم الله لا أبدا لا يمكن أن يتراجع أحدهم قيد أمنا من تطبيقه والعمل به والرضى بهذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في الخلاف ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجة حرجا نكرة أي كان هذا الحرج ولو كان قليلا حرجا أي كان هذا الحرج إذا احتكمت إلى الشرع وقيل لك هذا حكم الله أو قضى القاضي فحينئذ لا تقبل أي شيء ولا تخذ ولا تجادل ولا تشكك الناس في القضاة ولا تجلس تذهب وتجيء فهذا كله لم يكن عليه سلفك الصالح هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فإذن من حيث الأصل أن الصحابة رضوا الله عليهم التزموا شرع الله ما وجد على وجه الأرض أمة مع نبي أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن أهل العلم قالوا كما فضل الله نبيه عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء فأصحابه خير صحب لنبي فهم خير من الحواريين وخير من صحبة الأنبياء رحمة الله على الجميع فالمقصود أن الأصل في الصحابة رضا الله عليهم أنهم نالوا هذا الشرف ونالوا هذه المنزلة لكن ليست بالتشاهي ولا بالتمني ولا بالدعاء والزائف فقول وعمل كانوا على هذه الصفة فهم أفضل وأشرف وأكرم صحب نبي صحب صحب نبي رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم وجزاهم عنا وعن نبينا صلوات الله وعلى خير ما جزا صحابيا عن صحبتي نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر هذا الحديث الشريف يتعلق بالورع في الطعام وبالنسبة للصيد يعتبر خاصا في أحكام الشريعة بمعنى أن الشريعة تخصته بأحكام هي خارجة عن الأصل التذكية في الحيوان جعلها الله عز وجل زكاة لذلك اللحم وطيبا له فشرع الله عز وجل في الحيوان والمطعوم أنه يذكى الحيوان المطعوم الذي يحل أكل لحمه أنه يذكى إن كان من بهيمة الأنعام الحيوان المطعوم ينقسم إلى قسمين إما مستأنس وإما متوحش ونقدم بهذه المقدمة كما قدمنا لأنه لا يمكن فهم الحديث وفهم الشبهة وكيف اتقنا بالنسبة للشبهة إلا بهذه المقدمة الحيوان إما أن يكون إذا أذن الله بأكل لحمه إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون متوحشا المستأنس وهو الذي يكون داج أو مع الناس في بيوتهم كالإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام والطير الذي يكون ممسكا للدجاج ونحوه هذا كله يسمى يوصب بكونه مستأنسا المتوحش يقال إن حاش إذا فر فهو الذي قد ندى وفر عنك كالطير في الهواء والسمك في الماء وبالنسبة لما يكون في البرار من الوعول والضباء ونحوها من الأرانب هذا كله يسمى يوصب بكونه متوحشا ومستوحشا إذا رأىك يفر ما يقف لك الذي تتمكن منه ويمكنك أن تذكيه جعل الله للذكاء حكما خاصا والذي يفر وينحاش جعل له أيضا حكما خاصا وجعل لكل منهما ما يليق به قد جعل الله لكل شيء قدرا فهذا له قدر هذا الذي في يدك تذكيه الذكاء فتقطع الحلقوم والمريء وأحد الوججين وتنهر الدمه إذا خرج هذا الدم زكى اللحم وطاب والأطباء يذكرون أمورا عجيبة في القديم وفي الحديث في مسألة خروج الدم عند التذكية وكيف أنه يصلح اللحم ويخرج الأضرار والشرور الموجودة في الدم وأن خروج هذا الدم أرفق بالبهيمة البعض يقول لك هذه همجية أنه يمسك الدابة ويدبحها الدابة إذا ذبحت وقطعت منها هذه فإنه ينقطع الإحساس بالألم ولذلك تسمع الدابة إذا قطعت تسمع مثل الشخير أنها دخلت أصبحت لا تحس بشيء وهذا لا يفقهونه لأن هذا من حكيم عليم والله أعلم بخلقه وأرحم بخلقه ولا يمكن لأحد أن يستدرك على الله في شرعه إذا أراد الرحمة فهذه الرحمة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته وقال لأم المؤمنين عائشة لما أراد أن يضحي هلم المدية اللي هي السكين ثم قال اشحذيها بحجر كله من أجل أن تكون حادة وهذا يريح وأرفق بالبهيمة وأطيب للحم فإذا خرج هذا الدم من البهيمة أو من الصيد فإنه حينئذ يطيب اللحم فجعل خروج الدم في الإثنين ولذلك لما يسأل عن الصيد يجعل الميزان خروج الدم فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما أنهر الدم لأن الدم إذا قطعته وكان في التذكية تجده ثجاجا ثج ومثل النهر ما أنهر أخرج الدم فالبهيمة إذا قطعت منها إذا كانت مستأنسة وقطعت منها فإن هذا يطيب لحمها وأما إذا كانت صيدا ترميها بالحاد بالسلاح الحاد في أي موضع فإذا رميتها في أي موضع وأصاب وأنهر دمها فإنها حينئذ تكون طيبة مباحة تطيب بهذه الذكاء ولذلك في مسائل الصيد العبرة بينهار ولذلك جعل الله عز وجل أحلى الله لنا أن نأكل من صيد ما علمناه من الكلاب والسبع ما علمتم من الجوارح مكلبين إما أن نعلم جوارح الطير في الهواء كالصقر والباز والشواهين والنسر والباشق ونحوها من سبع الطير التي لها مخالب فهذه إذا أخذت الفريسة غالبا تنهر الدم فهذا نوع من الصيد النوع الثاني ما علمتم من الجوارح مكلبين الكلاب كل ما له كلب يشمل الكلب والأسد والفهد والنمر ونحوها من العاديات من السبع العادي هذه إذا أخذت الفريسة فإنها تنهر دمها لكن لا يطيب ذلك إلا إذا ذكرت اسم الله عند فكلوا مما ذكره واذكروا اسم الله عليه فإذا ذكر اسم الله طاب هذه التذكية طابت إذن عندنا هذان النوعان السؤال هنا من عدي عدي بن حاتم رضي الله عنه سيد من سادات الطي بل من سادات الصحابة كما ذكر غير واحد من أئمة العلم في ترجمته وأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويكرمه وكان يجلسه بجواره بعد أن أسلم كان والده حاتم الطائي سيد من سادات طي وضرب به المثل في الكرم وقصته المشهورة في ذبحه لفرسه لأضيافه فعدي ورث المجد وكان رضي الله عنه أرضاه من الأمور الخاصة التي اشتغل بها الصيد فكان يصيد بالسباع يقال أنه كان يربي الفهود وفي كتب الأدب أخبار العرب في الصيد بهذه السباع وذكروا طبائعها وكيف كانت العرب تعلمها الصيد أن الصيد بهذه السباع لا بد أن يستوفي شروطا أن يشليه فينشري يعني يثيره للفريسة فينطلق مستجيبا لأمره وأن يشليه فينشلي وأن يزجره فينزجر فإذا زجره له صوت معين يطلقه على الكلب أو الدابة أو السبع فيكف عن الفريسة أو يدعوه فيجيب فهذه كلها صفات يثبت بها التعليم أن يدعوه فيجيب وأن يشليه فينشري وأن يزجره فينزجر يكرر هذا ثلاث مرات فيستجيب الكلب إذا استجاب بعد الثالثة إذا أطلقه فصيده صيد كلب معلم لكن لو أنه مرة واحدة قال له هو استجاب ثم رأى الصيد فدعاه فإنه غير معلم حتى يستتم الثلاث وعند الحنفية مرتين لكن الجمهور على الثلاث فإذا استوفى هذا الشرط كان عدي يرد الله عنه عدي يرد الفهود ويقال إن الفهد من أوفى السباع وأكثرها حبا للإنسان إذا وثق به حتى إنهم ذكروا إن الفهود بعد موته عكفت على قبري حتى مات لما مات عكفت على قبري حتى ماتت وهذا ما يعدونه من الوفاء فعدي بن حاتم كان يتعاطى الصيد وطبعا كان نصرانيا لم يكن على ملة الشرك وكان عنده علم وكان نصرانيا فلما أخذت أخذه أخته السفانة في الأسر قصتها المعروفة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل فقال رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق عندنا ثلاثة حديث الحديث الأول في قضية الرضاع فتوى وهي حكم ملزم والحديث الثاني قضاء والقضاء ملزم الفتوى بيان للحكم والقضاء ملزم والحديث الثالث هنا استفتاء من عدية رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كي يبين له ما هو الحكم قبل أن يفعل وأما الذي وقع من استفتاء في الحديث الأول بعد أن وقع فبيّن الورع فيما سبق وفيما يأتي فاختار قلن رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه هناك أحاديث يقولون حديث المسائل سألت النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر الجواب فيها تارة كثير طبعا في الأصل يكون فتوى وفي بعض الأحيان ينزل عليه القرآن بالجواب يستفتونك قل الله يفتيكم يسألونك ماذا أحل لهم فهذا كله من مسائل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم سألوه فرادا وسألوه جماعة وسأله الرجال وسأله النساء وكان عليه الصلاة والسلام يبين حكم الله وشرع الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فمن يسأل العلماء التماسا للحق ويبحث عن العالم الذي يوثق بدينه وأمانته في بيان الحق فقد ائتسى بالصحابة رضو الله عليه وعلى العالم الذي يجيب الناس وينتصب للناس وينفع الناس ويبين لهم حكم الله وشرع الله مؤتسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي سعادة الأمة فيما سلف وفيما خلف وذلك قال عليه الصلاة والسلام هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه إن الإنسان إذا نزلت به النازل يسأل هكذا كان الصحابة أما أن يأتي الشخص ويجتهد من عند نفسه ثم وهو يستطيع أن يسأل العلماء ثم إذا جاء يسألهم يقول في رأيه وأنا أظن كذا وأعتقد كذا وكما قال نوله ما تولى هذا يتولى مسؤولية عن نفسه هذا ليس بمعذور هذا عبث أن الإنسان يفتي نفسه وليس بأهل الفتوى وأن كما قال عبد الله بن عمر يرتكب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا أبا عبد الرحمن لا تفعل يعني يفعل المحرم ويفعل ما فيه هلاكه ثم يأتي ويسأل أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الورع فجاءه الرجل وسأله وقد طلق امرأته ثلاث فقال حرمت عليك فقال لا تفعل يا أبا عبد الرحمن قال أنا أفعل أنت الذي فعلت فالشخص يأتي ويفعل معنى له ثم يأتي للعالم أو للشيخ لكي يبين ما شاء الله أن هذا في رأيي وأن هذا في اعتقاد هذا ما ينفع هذا دين أنت أسلمت لله ولذلك الصحابة ما كان عندهم هذا العبث عدي رضي الله عنه من أعقل الناس وعقل الرجال وأيضا تعاطى الصيد وهو يعرف ما في الصيد ويستطيع أن يقيس وأن ينظر ما فعل هذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم وعند العلماء أن من ابتلي بأمر من أمور الدنيا لا بد له أن يسأل العلماء عن حلاله وحرامه فمن كان مشتغلا بالبيع عليه أن يسأل العلماء عما أحل الله في البيع وعما حرم إما أن يدرس ذلك ويستقريه تاما وإما أن يلزمه السؤال عند كل مسألة تنزل به هذا الأصل وهذا الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي عدي رضي الله عنه ابتلي بالصيد فما جاء يفتي نفسه ولكن سألته النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة إذا سألها من ابتلي بها فمن أعظم الفوائد أنك إذا ابتليت بأمر وسألت عنه ففي كثير من الأحوال تكون أكثر ضبطا من طالب العلم لأن الذي يبتلى بالشيء يعرف تفاصيله وكم استفدنا من أناس كانوا يسألون مشائخنا بعد وفاة مشائخنا سألناهم فقال سألنا عن مسألة كذا وكذا فوجدنا عندهم دقائق المسائل التي لم نجدها عند أصحاب المشائخ لماذا؟ لأنه ابتلي بهذا الأمر فيضبط ويعرفه فعدي لما ابتلي بالصيد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي وغيره من شراح الأحاديث في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما في المواقيت أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يلبس المحرب سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ما يلبس المحرب أي أي شيء يلبسه المحرب قالوا سأله في المسجد قبل أن يخرج لحجة الوداع فدل على أن من أراد العبادة أن يسأل كيف تؤدى العبادة وأن من أراد المعامل أن يسأل كيف تؤدى قبل التلبس بها وآخر ما يقال في التوجيه أن من فعل هذا فهو على حق وخير وإذا جاء أحد يسألك ووجدت عنده تساهل في هذا نذكر هذا تنبيها لطلبة العلم أن السائل إذا جاء يسأل وكان قد ارتكب ما حرم الله أو أفتى نفسه تنبهه حتى لا يعود إلى فعل ذلك فالصحابة ما كان هذا شأنه كانوا يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونها نعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض المعراض خشبة رأسها محدد وطرفها ثقيل عريض وقلها معراض هذا ما اختاره القاضي عياض ومشى عليه وعلى اختياره عدد من الشراح ومنهم الإمام النووي وغيره وقيل إنها السهم الذي لا يكون فيه الزج الحديد التي تكون في رأس السهم المثلثة هذه ذكروا في كتب الآدب أن من فوائدها أنه إذا رمي بالسهم كانت فيه فائدتان الأولى أنه لا يترنح وإنما يمضي فهذا أسرع في إدراك الفريسة وثانيا أنه لا ينحرف فأصبحت السهم فيها ما له حديد الزج هذا وفيها ما هو بدون ذلك ما يتيسر له أن يضع له فإذا لم يتيسر براه وإذا براه جعله محددا فإذا رمى به أصاب الفريسة فخزق الفريسة هذا المعراض هناك أقوال أخر لكن أقواها هذان القولان والأول قوي إذا أرسل الأول فإما أن يصيب بحده يعني بالجهة المحددة فإذا أصابت الفريسة الغالب أنها تخزقها وتنهر الدم فإذا أصاب الفريسة في بطنها بقرة البطن وإذا أصابها في رأسها أسال الدم فحين ذي الله إشكال لأن الدم أنهرت الدم وصارت مثل تذكية صارت تذكية معتبرة في الصيد الحالة الثانية أن تقتل أن يقتل هذا الذي هو المعراض بعرضه بثقله فإذا أرسله ضرب الفريسة بقوة الثقل لأن أوله محدد فيأتي هذا العرض في رأس الفريسة الفريسة في شدة خوف ولذلك الخوف يقتل الشيء إذا كان خائفا إنسانا أو حيوانا أقل شيء يقتل إذا كان من شدة الخوف فهي خائفة من الموت فأقل ضربة لها ربما تسكت قلبها وتموت فتموت بقوة الضربة ومن شدة الفجعة تسخط وبناء على ذلك يكون القتل بالعرض وليس بالخزق فإذا قتل بالعرض فحينئذ هو وقيذ هو وقيذ الوقيذ محرم لذلك ذكر الله في آية النساء حرمت عليكم الميتة والدم والأحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم المنخنقة التي تموت خنقا كانوا يشنقونها وتموت خنقا والموقوذة هي التي تضرب ضربا شديدا حتى تموت الرجل الوقيء الموقوذة الذي ضرب وأثخن بالضرب وربما يموت فالفريسة تارة تموت من شدة الضرب كانوا يمسكون الصيد ويضربونه ليس عندهم مثلا آلة أو شيء يضربونه يضربونه حتى يموت هذا وقيذ وهي الموقوذة التي حرم الله فإذا رمي الصيد بشيء ثقيل كحجر رماه بحجر والحجر هذا لم يسل الدم أصاب الفريسة في الرأس فسقطت ميتة هذا وقيد بالنبيلة التي تسمى في العامة الآن المعروفة هذه إذا ضربت النبل إذا ضربت الفريسة من قوة الضرب ماتت فإن هذا وقيد وهكذا في السهام فمن قتل بثقله أو بعرضه فهذا صيد معراض محرم وقيد لأنه قال فإنه وقيد وأصاب بعرضه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو قال يا رسول الله الحديث طويل إني أصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي غير المعلم وأصيد بهذه البزاة البزاة هي الصقر نوع من أنواع الصقر الباز وهو من أفضلها وفي نوع ثاني آخر أفضل منه لكن من أفضل السقور الباز وأصيد بالمعراض فما يحل لي يبين لي أيها حلال فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام إذا أصاب بحده فكل إذا أصاب بحده وفي الرواية الأخرى فخزق إذا خزق أنهر الدم إذا أصاب بالمحدد ولذلك إذا أصاب بالمحدد كان مثل الزج إذا دخل مثل لو أنه رمى السهم فدخل في الفريسة وأخرى أنهر دمها فإنه حينئذ تعتبر حلالا في أي موضع من مواضعها ضربه في أي موضع يضرب الفريسة فيه وتموت حين ذي لا إشكال أنها حلال وأنها مذكة مدام أنه قد أنهر الدم سواء بالمعراض أو بما له نصل فقال عليه الصلاة والسلام إذا أصاب بحده أنه إذا كان سهما محددا بر السهم حتى أصبح رأسه مدببا هذا المحدد فجاء الحد الحد هذا المدبب إذا أصاب موضعا في الجسد يخزقه لأنه قوة الرمي سرعة الرمي وارتطمت بجسد الفريسة غالبا أنه ينهر الدم فقال ما أصاب بحده وفي رواية فخزق لماذا لأجل أن ينهر الدم فخزق فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فكل للإباحة أمر للإباحة ليس أمر وجوب أنه يجب علينا هذا من أمثلة الأمر للإباحة أن يباح لك أن تأكله وهو حلال وإن أصاب بعرضه فيه دليل على أن المسائل الشرعية إذا كانت تحتاج إلى تفصيل لا ينبغي للمفتي أن يجيب بوجه واحد بل عليه أن يفصل التفصيل تأسيا بالكتاب والسنة وكل شيء فصلناه تفصيله والله فصل في كتابه فالعامة إذا كان الشيء فيه تفصيل تفصل وبعض الناس يتذمر من إسهاب العلماء في شرحهم وتوضيحهم وبالحقيقة أمثال هؤلاء لا يلتفت إليهم إنما يلتفت العالم وطالب العلم لا يلتفت إلى النقد ما لم يكن صحيحا مبنيا على أصل لكن أن نجري على هوى الناس بعد يقول لماذا هذا التفصيل وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كتاب فالشيء الذي يحتاج إلى تفصيل يفصل كم من أخطاء وقع فيها الناس ولربما استبيحة الدماء واستبيحة العروض توهكة العروض بسبب الجهل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجهل كما قال العلماء إما جملة وإما تفصيلا إما أن يقع بسبب الإجمال وإما أن يقع بسبب إهمال التفصيل فيما هو مجمن ولذلك لا بد من التفصيل والعلم هو التفصيل وكما قال عبد الله بن مسعود ثور العلم يعني أن العلم لا يقف عند شيء إنما يثور وفصل فيه ويبين لأنه شريعة كاملة والكلمات من الله سبحانه وتعالى في كتابه كاملة واسعة شاملة ولذلك فصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصاب بحده إن أصاب بعرضه وما كان محتمل كان بالإمكان يقول له إذا أصاب بحده فكل ويسكت يفهم منه أن ما لم يصبح لكن المفهوم تارة يكون مقصودا وتارة يكون غير مقصود ولذلك ليس كل مفهوم يعتبر فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل فلا تأكل فإنه وقيذ فإنه وقيذ أخذ منها أن المفتي إذا أفتى يبين الدليل والوجه حتى يكون أكثر علما قال نهيتك عنه لأنه وقيذ والله حرمه الوقيذ فإنه وقيذ لأنه مات بفعل الضربة العرب ومثما ذكرنا لأنه إذا كان الخشب هذا الثخين هو يرسل على الفريسة ويرمى طبعا من قوة الرمي فيرمى وتارة يرمى من علو ويكون الفريسة أسفل جبل فيرميها فبقوة الرمي يصبح الارتطام بالثقل والموت بثقل الآلة التي أرسلها على الصيد لا ولم يكن موتا بالخزن وبناء ذلك أخذ حكمه قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر هذه مسألة أيضا سأله إياها أنه يرسل الكلب ويسميه ومراده الكلب المعلم الكلب إذا كان معلما لابد من شرطين في حل صيده أن يكون مرسلا فينبعث بأمر صاحبه لأنه في بعض الأحيان ينطلق من نفسه دون أمر صاحبه ولذلك قال الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم فإذا انبعث من نفسه كان ممسكا لنفسه ولم يكن ممسكا لصاحبه لأنه انبعث من عند نفسه فهو يريد الفريسة لنفسه ومن هنا منع منه لكن اختلف العلماء إذا انبعث من نفسه فأدركه صاحبه وقال بسم الله عند بداية انبعاثه قالوا إن هذا عند بعض العلماء يجزي ولكن لا شك الأوراعة أن يكون عند ابتداء الانبعاث فإذا ابتدأ انبعاثه تسمي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الله أمر الله سبحانه وتعالى أن نأكل مما أمسكت الكلاب لنا إذا ذكرنا اسم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله فأمر بالتسمية فقال عليه الصلاة والسلام إذا قال لا تأكل إنما سميت على كلبك قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي أرسل كلبي وأسمي إذن تحقق الشرط أرسل فدلعنا أن الكلب ما انبعث من نفسه وهكذا في الصقر والطائر الجارح يرسله له طريقة معينة في صوت وكلمة معينة في الكلاب وفي الصقور أرسل فإذا أرسله قال الأرسل وأسمي إذن تحقق الشرطان لكن الإشكال ليس هنا إذا أرسل وسمى فعلى حالتين إما أن يراه وإما أن يغيب فيرسله ويراه بعين قد ذهب إلى الفريس وأمسكه حتى ولو كانت معه كلاب أخرى فرأى أن كلبه هو الذي أمسك فلا إشكال كون الكلاب معه ما تؤثر لأن الصيد وقع بكلبه والشروط تحققت الحالة الثانية أن يرسله ويغيب أو تزدحم الكلاب فلا يدرى هل الذي أصاب كلبه أو كلب آخر ومعه كلب آخر إن كان الكلب الآخر ملكا لشخص وسمى فلا إشكال أنها مباحة لكن السؤال هل هي لهذا أو هذا هذه مسألة أخرى وهل يقسم بينهم هذه مسألة أخرى لأن كل كل مباح تذكيته لكن كلب آخر أن يكون في البر ويصيد وليس معه أحد يصيد فأرسل كلبه لأن الكلاب تأتي مع الكلاب فيجد مع كلبه كلب آخر ما يدري هل كلبه ضيف على الكلب الآخر كلب الآخر هو الصائد وهذا ما شاء الله جاء ضيف وادعى أنه صاد أو أنه يريد أن يختلص ما أحد يدري أو أنه هو الذي صاد نحن نروح الآن بعد فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شبه فقال إنما سميت على كلبك وفي بعض الروايات ولم تسمي على كلاب غيرك إذا قلنا على كلاب غيرك ويكون ممن يصح صيده يكون في الاستحقاق لا تأكل يعني ليست ملكا لك لا يحل لك إلا بإذن الآخرين فهذا بالنسبة لمسألة الاستحقاق لكن بالنسبة الحل حلال إذا اجتمعت كلاب معلمة وأرسلت مع بعضها لكن بالنسبة للكلب إذا كان معه كلب آخر فإنه هذا الكلب الآخر غير معلم فإما أن الصيد طبعا كل هذا الإشكال الذي يسأل عن عدي إذا أدرك الفريسة ميتة أما إذا أدرك حيا فلا إشكال منه سيأخذها ويذكيها وانقطعت مسألة الصيد كل الكلام متى إذا أدركها ميتة وبناء على ذلك كيف نفهم الشبهة خذها قاعدة الصيد في الأصل ميتة الأصل في الصيد أنه ميتة لكن الله أحله إذا توفرت الشروط فإذا شككنا في الشروط رجعنا إلى ماذا إلى الأصل ولذلك الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل هذه قاعدة إن أصبتها أو أنها سقطت في حفرة فتربيها فإذا أنهرت الدم فهي حلال أننا كما في حديث في الصحيح حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أصحابه وكانت معهم الإبل فند بعير يعني شرد فأهوى رجل بسهم فعقره عقر حبس يعني قتل وحب العقر هو الحبس في لغة العرب فعقره أي بصيده وقتله فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه الحيوانات أوابدة كأواابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا فأصبح عندنا الحيوان المستأنس هو ما تملكت به ولو كان متوحشا صيدا فالطير إذا أمسكت يعامل معاملة المستأنس والعكس مستأنس توحش فإنك تعامله معاملة المستوحش وتضربه في أي مكان هذا بالنسبة لمسألة التذكية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك سميت على كلبك ولم تسمي على كلاب غيرك كما في الرواية الأخرى نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يتنزه من الشبهات أنا أخشى أننا نطير علي إخوان نصى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصاً لوجهه كريم موجباً لرضوان العظيم وأخر دعواناً الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم بالفعل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر